أولا أقشى شريحة بيتزا واحدة من مكتبة المؤثرات تروح ل OpenFX تبحث عن Transform وتسحب على الصورة أو الفيديو افتح الانسبكتور سكرول لتحد خيارات متقدمة غيره ل Reflect الثالثه ويزوم أوت وبكذا صار عندنا مخزون لانهائي من البيتزا إلى اللي ممكن يضرب عندهم الأو سيدي بنرتبهم لا تحاتوا بنرجع لخيارات متقدمة Wrap Around في فيديو اليوم بنستعرض هذه الخاصية والعديد من الحيال السريعة والبسيطة بأقل جهد ممكن بنشوف انتقالات Effects Generators عندنا شوية أصوات بعض خلنا نبدأ بشوية Generators مندهشة ومفيدة Solid Color من صفحة الأدت من Generators عندنا Solid Color حطه في Timeline تقع تغير اللون من الانسبكتر أداء عملية وبسيطة لأي خلفية أو عنوان فوقه على طول Four Color Gradients خلفية مكونة من أربعة ألوان تعدل في درجة مزج شمع مزج شمع بعض تغير الألوان على حسب المناسبة اللي عندك Classic Key أو مرح و Gaming تالياً على قائمتنا في شوية Fusion Generators تسوي أشياء عجيبة زي للإشكال نفس المكان مكتبة المؤثرات Generators Generators سكرول لتحت لين تشوف لفيوجين Generators في أربعة أنواع نبدأ بالContours حطها للتايم لاين نفتح لإنسبكتر Generators تتحكم في الخصائص من هنا إذا نزلنا شوي بعد فيه شيء اسمه Movement Rate نسحبه شوي للإسار عشان نسرع الحركة فيه بعد موجود منه ست نسخ اضغط كل نسخة لتشوف شكلها وكيف تتحرك التالي Noise Gradient حطها للتايم لاين مشابه للي قبله ست نسخ إذا ضغطنا تشغيل بيكون فيه حركة تحكم الحركة بيكون مسمية Seed Rate بدال Movement Rate تحتهم Paper خلفية بسيطة وجامدة للغاية تستخدمها في البرزنتيشن للعمل من دون ما تخرب الرسمية تقدر تغير شكل الورق من الأعداد من هنا آخر واحد من الجينيريترز Texture Background حطها على التايم لاين نفس الشي ست نسخ مختلفة كلوحدة لهي مؤثراتها الخاصة لأنها ذولة بشكل عام لون على لون أسود إذا رحت لأي أعدادات غيرت ال Composite إلى Add تقدر تستخدمه كOverlay على صورك أو فيديوهاتك Generators Check التالي مؤثرات ورح نبدأها بالطريقة الكلاسيكية Drop Shadow عندنا صورتنا على الورقة اللي أنشأناها روح ل OpenFX نبحث عن Drop Shadow وتحطها على الصورة بتحصل على تأثير ظل من الانسبكتر تقدر تغير في قوة الظل الزاوية بعدها هنا الصورة والتغبيش وبعد تقدر تعطيه لون ما صار ظل أنيمور Vignette نفس المكان OpenFX اكتب Vignette حطها للتايملين من الانسبكتر تقدر تغير الحجم الأناموفور أوكي الأناموفور الأنامورفزم واللون حابة تسوي حركات أكثر استكشف من النمط المتقدم Symbol Masking باستخدام مقطع المدينة مرة ثانية الحين نضغط بزر الفارة اليمين نروح على فتح في صفحة الفيوجن نشوف قدامنا هذول العقد تحتاج تختار واحدة من هذول الأشكال هنا نسحب المستطيل ونفلت في مكان فاضي جنب الميديان في شاشة العرض هنا نغيره للحجم أو الشكل اللي يعجبنا نفس الشي للدائرة أنا سويت ماسك شريحة بيتزتنا من هنا أو المضلع تقدر تحط ماسك دائرة من صفحة التحرير بعد تروح على مؤثرات تبحث عن shape circle تأتي تفليته على التايم لاين بتشوف قدامك دائرة بيضة من الانسبكتر تنزل تحت شوي تسوي check على apply as mask تعدل في العدادات تغير في حجم الماسك تناعم الحواف وما إلى ذلك camera shake نفس المكان open fx نبحث عن مؤثر camera shake لما نحطه على التايم لاين ونشغل بتشوف الشاشة تحتز كأن المصور أيالي احتعبان شوي من الاعدادات في الانسبكتر نغير في مقدار الحركة مقدار السرعة تغبيش الحركة تقدر بعد تغير في شكل الاهتزاس تخليه يهتز يمين ويسار بشكل دائري واعدادات أخرى corner pinning من مكتبة المؤثرات open fx ابحث عن transfer صرت تعرف الإجراء الحين ما يحتاج يقول لك تحط على التايم لاين من الانسبكتر روح على open fx غير ال control mode إلى interactive canvas إذا ما طلعت لك خطوط حمراء تأكد أن هذا الزر مفعل وتغيره إلى open fx overlay ثم تسحب الزوائب الفارة للمكان اللي يعجبك أو بالشكل المناسب mirrored world من مكتبة المؤثرات open fx ابحث عن mirrors حطه على التايم لاين وبتلاقي نحطة المراية في النص ونغير في زاوية المراية بأي طريقة مناسبة للفيديو حقك من الانسبكتر بتشوف أنه تقدر تحط لين ست مرايات بتقدر تغير النمط إلى rosette أو calidescope خلصنا من مؤثرات الجزء الأول خذلك break خمس دقائق خلاص البريك كمل درسنا التالي الانتقالات الكل يعرف كيف يحط انتقال على الفيديو بس بس في بعض الحركات والمزايا الموجودة على الانتقال قد ما تكون انتبهت عليهم لذا خلنا نغطيهم ونتعمق فيهم شوي in and out من مكتبة المؤثرات نحط أي انتقال من قسم انتقالات الفيديو هذا الانتقال جميل بس نقدر نجعله أفضل من الانسبكتر غير الese من none إلى in and out هذا بيعطيه منحنة تسارع وجعله أحلى من السرعة الأولية بالنسبة لانتقالات الفيوجن مو موجود تحكم الese بداله بتشوذ شي اسمه curve غيره إلى easing بنشوف عندنا الخيارات في ال in out تجربهم وتشوف طريقة التسارع اللي تعجبك أنا خطرت اكسبو والحين بعد ما عرفنا نخلي الانتقال الرائع يكون أروع بنبدأ بقائمتنا للانتقالات وعلى رأس القائمة push انتقال الدفع طريقة بسيطة حدها لتحريك الأشياء على الشاشة من دون الحاجة للكي فريم من انتقالات الفيديو ابحث عن push حطه على مثالنا أنا خطرت نجمة كلاسيكية صفرة وعشان نجعل دخولها في حركات نغير الese ل in and out والpreeset عشان تظهر من جنب الشاشة وترجع من نفس المكان دوما fade transition هذا الانتقال ما هو built in تحتاج شوية تشغل بس تقدر تسويها على السريع حطل cross dissolve بين المقطعين وبالزر اليمين للفارة convert fusion cross dissolve نضغط مرة ثانية باليمين open infusion page بالفارة سوي double click على اقدة cross dissolve ثم اضغط على dissolve 1 من الانسبكتر غير الoperation لا erode والحين ارجع لصفحة ال edit وبكذا صار عندنا luma fade transition وطبعا في عندنا انتقالات fusion لتبهير مقاطعك ومنها luma wipe transition من البحث اكتب luma wipe اضغط بين المقطعين على التايم لاين ومن الانسبكتر تغير في اللون عشان يصير الانتقال جاهي ومو ممل block glitch transition من قسم الفيوجن transition اسحبه على التايم لاين بيعطينا style الشاشة لقليتشي الخربانة ولا ننسى عندنا قائمة التحكم من الانسبكتر camera shake transition واضح التأثير من الاسم بيعطينا صورة كاميرا مهزوزة RGB splitter transition بعدنا في انتقالات الفيديو تكتب في البحث RGB splitter حتى بين المقطعين تأثير مشابه للكاميرا shake بس يعطينا شوية fade بين الاثنين مع الالوان الاحمر والازرق والاخضر هذا فيه المنحنة فبنغير لاليزنج ونختار اول واحد واخيرا في قائمتنا للانتقالات burn away transition اخر شي من قسم انتقالات الفيديو حطه بين المقطعين نضغط تشجيل نشوف عندنا تأثير ورقة تحترك تحتاج تفعل زر الopen effects overlay لتغيير باقي الاعدادات من هنا مظهر الاحتراق اللون سطوع الحرق تفحم وشكل الرماد طبعا ما راح ننسى بدلا تقعد تضبط العدادات اللي تبغاها في كل مرة تحط فيها الانتقال تضغط على الانتقال اللي عدلت فيه وحبيته تضغط مرة بزر الفارة اليمين تضغط create transition preset وتسميه تعي تضغط ok كل الاعدادات اللي حفظتهم بهذه الطريقة تقعد تشوفهم تحت في اخر شي في قسم user نرجع للقسم الثاني من المؤثرات وهي خليط بين المؤثرات المحطوطة في مكتبة المؤثرات وبين انشاءها في غير صفحة التحرير اولا paper edge الاول باحث خلفية تحت الصورة اخترت لها الحين paper من المؤثرات اكتب paper edge تقعد تحطها تقريبا على اي ميدا في التايمبلاين يصير عندنا شكل حدود الورقة من الانسبكتر تغير في شكل الحدود ناعمة واللخشنة زاوية تظل الورقة بعدها عن الصورة اللون وغيرها color grade transition عندي هنا مقطع على التايمبلاين سويت عليه color grading نقص الميدا من النص ونضغط على النص الاول بعدها نروح الى صفحة الالوان راح اذف الgrading منها ونخفف saturation شوية حين نرجع لصفحة التحرير راح احط بين المقطعين اي انتقال فيديو اشوف انتقال edge wipe حلو غير الزاوية لتسعين واذا ضغطنا تشغيل بصير كأن المود كان كئيب والحين بهيج fast noise من open effects ابحث عن fast noise وحطه على مقطعك افتراضيا بيكون شكله كذا بس اذا غيرنا المظهر عندنا ضباب دخان سطح الماء نهر سراب انا احب الضباب شوي احس بيعطي جو رومانسي ولا انه يذكرني بsilent hill عفس في العدادات شوي على كيفك مو لازم اتطبق اللي اشرحه خطوة بخطوة polaroid صور او فيديو سوي zoom out للصورة ارفعه للاتراك الفوقي بعده روح للجنيريتر اسحب البيبر تحت صورتك من الانسبكتر روح لاقتصاص او cropping وقصه بالشكل المطلوب وصار عندنا تأثير صورة من الكاميرا الجاهزة اذا حددت الدولة الاثنين من التايملين وبزر الفارة اليمين اخترت new compound clip تقدر تعاملهم كصورة واحدة double exposure حط مقاطعك فوق بعض في التامبلاين مثل ما تشوف اضغط على الفوقي وروح على صفحة الالوان في منطقة العقد على اي مكان فاضي اضغط بزر الفارة اليمين add alpha output وصل النقاط الزرقة مع بعض افتح تحكم الويندو نختار هذا الشي من تحت وهو تدرج والحين تغير اتجاه السهم ومكانه والطولة حشان تكبر مساحة الدمج بين المقطعين anamorphic lens flare من الopen effects اكتب glow على التايملين تعليف الانسبكتر رفع على الratio hv والسبريد هذا بيعطينا خطوط رقيقة تعدل في shine threshold عشان تخلي اللم بساطعة على الاخير او خافته وبعد نغير في gain لقاما saturation scan lines لمظهر شبيهي بشاشة تلفزيون من التسعينات او الثمانينات من الopen effects اكتب scan line حطه على التايملين من الانسبكتر تقدر تغير من تكرار السطر او الخط الحدة وفي بعد عندنا الالوان الاحمر الازرق الاخضر نقدر نجعل لون معين يطقاه على البقية جيبك دامج من الopen effects نبحث عن جيبك دامج سعبه على التايملين وصار عندنا تأثير صورة مختربة نغير في الquality resolution aspect ratio frequency scale film damage تأثير عرض من افلام قديمة مخترية من الopen effects ابحث عن film damage سحبه على التايملين ومرة ثانية من الانسبكتر عندنا قائمة تحكم طويلة شوي منها نتحكم في التقبيش التامب نتحكم في شكل الغبار او الرمل نضيف خدش واللي هو هذا الخط العمودي في نصف الشاشة ونقدر نضيف لحد خمس خدوش تعديل الأصوات تسوي scroll تحت بالفارة لaudio effects أغلبهم محطوطين هنا تكع تسحب اي تأثير وتحطه على المقطع المطلوب او على تراك الصوت وراح يتطبق على كل المقاطع الموجودة اللي تحتها على التراك والحين بنبدي بشي بسيط وهو pitch لهذا الشي اضغط على لقطاتك مع الصوت اللي ملصوق ويا افتح لانسبكتر روح على صوت تحت بتشوف pitch تقدر ترفع السيمي التونت لنبرش بيها بميكي موس او تنزله ويصير صوتك زي الحوك من مكتبة المؤثرات audio effects انزل تحت بتحصل حطه على مقطع صوتك بتطلع لك هذه النافذة افتح هذا المثلث الصغير بيطلع لان هذه الأصوات الجاهزة العجيبة crunchy إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا fuzz face إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا hf buzz إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا lo-fi radio إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا وأخيرا ميكافون إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا echo تبتسوي تأثير صادر لصوتك كأنك على قمة الجبل من audio effects تكتب echo تسحب على المقطع تطلع لنا نافذة التحكم فيه أربعة أصوات جاهزة لنا large hall إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا slow crossover إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا كان فيه حدق قارلك swirling close وشبيه بلقاءة كبيرة إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا سوف نحكم العالم روبوت بويس وعشان تنشأ الصوت تحتاج لمؤثر باسم flanger من audio effects اكتب flanger وحطه على صوتك في التايم لاين بتطلع لنا نافذة التحكم هذه في الصوت غيره من هنا إلى روبوت بويس هلا مش عال كيف الحال؟ بويس سمعي أحتاج منك سلف 6 مليون نالو نالو تليفون التالي صوت للتليفون الأرضي تقدر تسوي تأثير الصوت هذا بس على التراك كامل مو على لقطات من فصلة خلنا نكمل بنسمي التراك تليفون أو أي شيء تشوفه مناسب بعدها ننتقل لصفحة الفيرلايت نفتح المكسر هنا تتأكد أنك على التراك الصح أي واحد وهذا الاسم اللي سميناه تم دابل كليك على الإيكيو الإيكولايزر بيطلع لنا نضغط هنا ونزل شوي لجنرال تليفون إفكتز نضغط تشغيل إذا أنت جديد هنا أهلا وسهلا صوت التليفون تم التطبيق وأخيرا وليس آخرا نستعرض على السريع المؤثرات البصرية الجاهزة من قسم مؤثرات الفيوجن منظر سي سي تي في ديجيتال جليتش شاشة لدرون دي اس ال آر رؤية ليدية مكالمة فيديو كاميرا فيديو تكلمت وايد وحس بوزي جاف وأروح أشرب قالون ماي أتمنى أنك ما ننتخلال الدرس وأشوفك على خير في المرات الجاية أتمنى أن تحصل لدى